بين القلق والأمل ماريا تبلغ من العمر 32 عاما بمعنى طولها 1.70 مترا للتعبير عن الطول في اللغة الألمانية مثلا تريد أن تقول كم طولك؟ تبدأ بإش بن ثم الطول مثلا 1.80 مترا ثم تنهي بغروس يعني طوله هو 1.80 مترا ولي كي تسأل شخصا ما عن طوله يعني كم هو طولك؟ وبسيغة احتران كم هو طول حضرتك؟ عندما نستخدم und يعني و الرابط und و يكون عندنا نفس الفعل و نفس الفاعل لا نقوم بتكرارهم كما في هذا المثال لتعبير عن وزنك باللغة الألمانية يمكنك أن تستخدم هذه العبارة ثم تقول وزنك مثلا 70 كيلو ثم تنهي بشفير يعني وزني 70 كيلو تستخدمها لكي تسأل شخصا ما عن وزنه أو بسيغة الاحترام ويش فير زينت زي؟ ويش فير زينت زي؟ مغيهات كورتس بغاون لوكيغ هار يعني مغيه عندها شعر قصير كورتس عندما تصف شيئا ما أنه قصير بني بغاون هو اللو البني ومجاعد لوكيغ عندما تصف الشعر لأنه مجاعد عندما يكون الشعر مجاعد تصفه ب لوكيغ والعكس تصفه ب جلات يعني ناعم أو ألمس الصفة لوكيغ ضدها هي الصفة جلات ومعناها أملس أو ناعم جلات هار شعر أملس لوكيغ هار شعر مجاعد وغن وعيون خضراء غن هو اللون الأخضر الصفة جلات جلات لوكيغ بغاون وكورتس كلها أضفنا إليها الحرف إي في آخرها لأننا عندنا أكوزاتيف لأن الفعل هابن هو فعل بلوس أكوزاتيف وعندنا الأسماء في الجمع بدون أدوات تعريف هي أم مطلقة ووحيدة صفة تصف بها شخص ما مطلق تصف بها أب أو أم يربي أولاده أو أبناءه لوحده ألين إردسيند أتي من ألين وتعني وحيد وإردسين الفعل إردسين يعني ربي يربي ماريا هات زوى كيندا ماريا عندها طفلان دي كيندا هم الأطفال أين زون و أين تختا يعني ابن و ابنة دير زون وهو الإبن دي تختا وهي الإبنة إرزون بن إست أخت يارو ألت ابنها بن عمره ثمان سنوات وبنتها إما سنها أو عمرها خمس سنوات يعني إما لا تزال صغيرة ولكنها تحتاج أو بحاجة أيضا إلى الكثير من الاهتمام دي أوف ماركزامكايت وهو الاهتمام ماريا عبايتت ألس فريزورين يعني ماريا تعمل كمصففة شعر دي فريزورين وهي مصففة الشعر و دير فريزور هو حلاق أو مصفف الشعر إرد جوب إست شفير يعني عملها صعب شفير عندها معنى آخر هنا يعني صعب استخدمناها في سياق آخر وهو الوزن يعني تقف طوال اليوم الفيشتين هنا معنى وقف يقف يعني طوال اليوم وكثيرا ما تعاني من آلام الظهر دي ركن شمارتسن وهي آلام الظهر تعمل ستة أيام في الأسبوع دي فخر وهو الأسبوع فون منطاق بس سامستاق يعني من الأثنين إلى السبت فون بس يعني من إلى فون نوين بس سبت سين أوه يعني من الساعة التاسعة سباحا إلى الساعة الخامسة أم زون تاك هات مغي فخاي يعني يوم الأحد يكون إجازة عند مغي يعني لا تعملوا فيه خاي هابن عندما يكون عندك يوم إجازة من العمل يوم لا تعملوا فيه أم هي أن بلوس ديم لأن جميع الأيام عندها أدى التعريف دير يعني مع الأيام نستخدم أم أم مونتاك أم دينستاك أم متوخ إلى آخره وتقضي اليوم مع أطفالها يعني قضاء الوقت مثلا أو اليوم أو العطلة أو الصيف أو شيء آخر مع شخص أو أشخاص الفعل فر بغنغن بلوس أكوزاتيف معنى قضاء أو أمضاء وحرف جر ميت بلوس داتيف دين تاك في أكوزاتيف لأن الفعل فر بغنغن بلوس أكوزاتيف ايرن كين دان في الداتيف لأن ميت حرف جر دائما يكون بلوس داتيف يعني يذهبون كثيرا إلى المنتزه يعني الذهاب إلى المنتزه هنا حرف جر ميت بلوس أكوزاتيف حرف جر ميت بلوس داتيف فوسبال يلعبون كرة القدم فوسبال spielen لعب كرة القدم أو يقومون بنزهة يلعبون كرة القدم المال مشكلة داس جلد وهو المال داس بروبليم وهي المشكلة مغية ليس لديها الكثير من المال زي كوفت بلغس اسن تشتري طعاما رخيص بلغ صفة معناها رخيص وضدها الصفة تويا يعني غالي أو ثمنه غالي وترتدي ملابس قديمة صفة معناها قديم وضدها الصفة نوي يعني جديد يعني الملابس يعني ارتدي ارتدي فعل بلوس أكوزاتيف تحلم بحياة أفضل يعني حلم بشيء ما حرف جرفون دائما نستخدمه بلوس داتيف يعني الحياة تصبح أين ملابن في الداتيف صفة معناها أفضل يعني ولكن الأمر صعب من شمال فينت مغية فين دي كين داش لافن أحيانا تبكي مغية عندما يكون الأطفال نائمون الفعل فين يعني بكا يبكي ذن رابطة من الروابط عند استخدامها نضع الفعل في آخر الجملة وتعني عندما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر